اشهد سعادة المهندس ابراهيم بن حسن الحواج وزير الاشغال بحرص ومتابعة صاحب السمو الملكي وللعهد رئيسي مجلس الوزراء في تنفيذ وانجاز الحلول المستدامة في عدد من المواقع المتضررة من تجمع مياه الامطار والعمل على رفع الطاقة الاستيعابية لشبكة تصريف مياه الامطار وذكر سعادة وزير الاشغال ان الوزارة مستمرة في تنفيذ المشاريع العاجلة في المناطق المتضررة بجانب مواصلة تحديث وتطوير شبكات تصريف مياه الامطار وتعزيز مقاومات البنى التحتية لضمان جودتها واستدامتها واثنى الحواج على جهود فريق طوارئ الامطار في مختلف المواقع التي عمل بشكل متواصل على مدار الساعة منذ بداية هطول الامطار في سحب تجمعات مياه الامطار للمحافظة على شبكة الطرق وشبكة الصرف الصحية واضح سعادتها ان الوزارة حرصت على توفير جميع الامكانيات المتاحة وفق الأولويات من مضخات وصهاريج في مختلف المواقع ما ساهم في ضمان سير الحركة المرورية وانسيابية حركة المركبات من خلال التعامل الفورية مع تجمعات المياه والبلاغات المستلمة ترجمة نانسي قنقر